أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم مؤتمر المناخ على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار بعد أن سخرت له الدولة ووزارتها وأجهزتها جميع عناصر ومقاومات نجاحه وذلك وفقا لتوجهات الرئيس السيسي الذي تابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره وخلال ترأسه اجتمعت الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرئيس السيسي على متابعته للحكومة ولسيما الوزرات والجهات المعنية أولا بأول وذلك لتنظيم هذا المؤتمر كما توجه بالشكر لوزارة الداخلية ورجالها الذين يبذلون جهدا واسعا في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة لضيوف ووزارات الدفاع وأيضا وزارة الدفاع التي أسهمت بجهد عظيم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شارم الشيخ وتترق رئيس مجلس الوزراء إلى النجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر والتي تمثلت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة النظيفة على وجه الخصوص مؤكدا أن مصر ستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية وباعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية شكرا شكرا